السلام عليكم معكم انو السنان و سهل فيكم في قناتي اليوم معنا هذا الجهاز جابه لي من الجيران عشان اصل حاله طبعا هو ناسي كم كلمة السر الموجودة فيه اسم هذا الجهاز Spring Seal 8 Tablet هذا شكله من الامام وهذا من الخلف وهذا شكل الجهاز من الجانب وهذا الجانب الثاني طبعا من هذه المنطقة تقدر تحط بيت الذاكرة وهنا شريحة SIM وهذا شكل الجهاز من فوق طبعا قبل ما تتابع معنا الشرح تأكد ان جهازك فيه شحن كفاية اكثر من خمسين بالمئة هذا شكل الجهاز من الاسفل ما فيه شيء سوى الماكروفون هنا اه طبعا انا اعرض عليكم شكل الجهاز عشان تكونوا عارفين ايش الجهاز اللي راح تطبقوا عليه مش تروح تجيب الجهاز ثاني وعايز الطريقة اللي انا شرحتها لكم بتنجح اه طبعا انا مش عارف كم هي كلمة السر وصاحب الجهاز هو ناسيها وجاب الجهاز اللي عندها كان صالحه زي ما قلت لكم طبعا ادخل نكش خاطئ اوكي لقد رسمت نكش لغاء التأمين لطريقة غير صحيحة ثلاثين مرة اعد المحاولة خلال ثلاثين ثاني اوكي اه بس قبل ما ندخل في الشرحة لا تنسوا تشتركوا في قناتي وتفعلوا جرس الاشحارات وتحطوا لايك لهذا الفيديو وتبتولي رأيكم اسفل في كومنت سموا مشاركة اهم شي المشاركة وتتابعوا الفيديو الى اخر ثانية طبعا في البداية تروح تسوي اي كاف تشغيل الجهاز بشكل كامل تضغط على الزر الباور من هنا ضغط مطول بهذه الطريقة تعطيه اي كاف التشغيل بس اه ازبط الايزو اوكي اضغط على اي كاف التشغيل الان هو بيتوقف الجهاز انتظر شوية بس الان الجهاز تطفيه بشكل كامل الان تضغط على زر الباور مع زر رفع الصوت طبعا لا تضغط بشكل مطول زيادة الضغط يعني لمدة خمسة ثوانية الان تضغط واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ترفع اصبعك وتنتظر شوية الان دخل الجهاز الى وضع الريكافر مود زي ما تشايفين عندك هنا الريبوت سيسم ناو تتحكم عن طريق ازال رفع الصوت وخفض الصوت انا بنزل الى ويب داتا فاك تري ريست واضغط على زر الباور عشان اعطيه موافق انزل الاسفل لعندي يس اعطيه يس وضغط على زر الباور انتظري شوية الان يعني خلاص نجحت العملية اروح اضغط على زر الباور عشان اعطيه 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 انتظري انتظري اعطيه انتظري 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 ادخل هناك المتسر تبع الشبكة الانترنت تبعنا اعطيه اتصال ضغط على التالي انتظري شوية الان بتطلع معنا خطوة التحقق من الاتصال يعني تنتظري ادول المدة تكون دقيقتين الان عندنا هذه الخطوة الخاصة بتحقق من المعلومات يعني اذا كان جهازك من قبل مرتبط بحساب جوجل لازم انك تدخل حساب الجوجل اللي كان موجود من قبل اذا كان هذا الجهاز مرتبط بحساب جوجل يعني بشرح لكم كيف تتخطه العملية طبعا للأسف ما اطلع في حساب جوجل كان نفسي ان اشرح لكم انا بضغط على تخطي اعطيه تخطي اعطيه التالي تخطي تخطي على اية حال نزيد التالي الان خلاص الجهاز يشتغل معنا وبدون كلمة سير زي ما تشايفين الان ما فيه كلمة سير اتمنى ان الفيديو يعجبكم وتشتركوه في قناتي بس يعني اعرض لكم شي ثاني اسم الجهاز هذا الموديل لاني ما كنت عارف كم الموديل حول الهاتف اوكي هذا رقم اطراز تبع الجهاز ايكيو تشي ثمانين قلت لكم اسمه سبريم سيل ايت ثمانية هذا كان كل شي عندي لا تنسوا الاشياء اللي انا قلتها لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى اشتركوا في القناة